وهذا الشي ممكن انه يرجعنا الى بعض التسريحات التسريحات تسريحات ما الشعر وهذا الشي ممكن انه يرجعنا الى بعض التسريحات وهذا الشي السلام عليكم وحبتي وياكم محمد الحداد تسريبات واخبار تقنية كل يوم ثلاثاء ما هي اخبار هاتف الجي القادم وسامسونج تعرض الجالكسي اكس خلف الكواليس وسوني تحضر لهاتف بكاميرتين من الخلف خليكم ويانا نبدأ هذه الحلقة بالكلام عن الجي اللي الانظار تتوجه لها في بداية السنة مع هاتفها القادم اللي المفروض انه يكون اسمه الجي سيفن لكن الاخبار اليوم تتكلم على انه الجي في نيتها انه تغير اسم هذه السلسلة من دون اي تفاصيل كثيرة عن الاسم الجديد ولكن التسريبات الاخيرة عن الهاتف اللي المفروض يكون اسمه الجي سيفن انه راح يكون بحواف رفيعة كما هو واضح في هذه الصورة اللي يقال انها للهاتف القادم المثير انه التسريبات تتكلم عن هاتف باربع كاميرات كاميرتين من الخلف وكاميرتين من الامام بالاضافة طبعا الى مقاومة الماء والغبار مع معالج كوالكم الاحدث 845 سناب دراجون مع 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية وشاشة من نوع الاليد وربما قد يأتي بتقنية الشحن السريع كويك شارج الجيل الاخير 4.0 كل هذه التسريبات تبقى في طور غير رسمي لحد الان لانه الاخبار الاخيرة تكلمت عن نية الجي البداية من الصفر في تطوير الهاتف المقبل فهي لم تعد تريد اصدار هواتف سنوية بشكل دوري لغرض التواجد فقط في سوق الهواتف الجي ربما تحضر لشيء قوي في هاتفها القادم الذي يبدو انه قيد التطوير وقد يكون هذا الكلام ما بعد الجي 7 عموما هاتف الجي جي 7 ممكن انه يتم الاعلان عننا رسميا في شهر مارس الشهر الثالث هذا العام على ان يتوفر بعد ذلك بعد شهر في الشهر الرابع واعتقد هذا الشيء ممتاز جدا قياسا بالتأخير اللي شفناه مع ال V30 والجي 6 نحول الى سامسونج وبالتأكيد الكلام هنا عن ال S9 والS9 بلس بحيث هذه المرة تسريبات مثيرة وقوية بحيث ظهرت صورة توضح علبة هاتف ال S9 القادم من سامسونج طبعا الشيء الجميل هنا هو ما مكتوب من مواصفات على هذه العلبة فيبدو ان سامسونج لم تقرر تغيير التصميم عن ال S8 والS8 بلس بشكل كبير ولكن قررت اضافة الكثير من التعديلات ما يجعل هذه الهواتف قريبة من الكمال في عالم الهواتف الذكية الكلام الموجود على العلبة يوضح الكثير من الاشياء بداية من شاشة 5.8 انش بدقة كواد HD بلس بكل تأكيد رح تكون من نوع السوبر اموليد فتحت عدسة متغيرة حسب الاضاءة والظرف والمكان من F2.4 الى F1.5 مع قدرة تصوير فيديوهات سلو موشن بمعدل 1000 اطار في الثانية وهذا شيء رهيب جدا صراحة واعلى مما شفناه في هاتف سوني XZ بريميوم وايضا سماعة استيريو ثنائية بالتعاون مع الAKG المختصة بالصوتيات وهذا الشيء بالطبع كان متوقع ايضا مقاومة الماء والغبار موجودة بالاضافة الى بصمة العين والتعرف على الوجه والتعديل في مكان البصمة الخلفية كل هذه اضافات وتعديلات مرحب بها ولكن في رأي اختيار ان يكون الرام 4 جيجا بايت في 2018 غير كافية نعم ما رح تكون كافية خصوصا مع الاستخدام الطويل للهاتف عموما ننتظر سامسونج ونشوف شنو اللي رح تقدمه مع انه الكثير اليوم غير متحمس لجيل الاس9 والاس9 بلس لانه ما رح يتغير بشكل ملحوظ من ناحية التصميم ولكن اتصور انه التغير الحقيقي رح يكون في النوت 9 نبقى مع سامسونج ولكن هذه المرة الكلام عن الجالكسي اكس الهاتف القابل للطي في معرض سي اس في لاز فيغاس سامسونج سوت حركة انها قامت بعرض الهاتف نسخة تجريبية من هاتف الجالكسي اكس القابل للطي على بعض الاشخاص في مكان سري ومغلق لكن كيف كان شكل الهاتف فعلا ذكر بعض الافراد ممن شاهدوا النسخة التجريبية انه الهاتف فعلا اصبح جاهز للانتاج بدرجة اكبر من اي وقت اخر بحيث قامت سامسونج بعرض نموذجين الاول هو شاشة تطوى الى الداخل والاخر مع شاشة تطوى الى الخارج وحسب الاخبار انه الشاشة طويلة وبحجم 7.3 انش وبالتأكيد سامسونج ستقوم باضافة احدث ما لديها من تقنيات سواء الشاشة او الكاميرا او الامور الاخرى ولكن في اكثر من مرة كنت اسأل نفسي ما فائدة ان يطوى الهاتف ماذا سيستفيد المستخدم من هاتف قابل للطي هل فقط هو حجم الشاشة الذي سيكون اكبر عند الفتح واصغر عند طوي الهاتف علما انه سعر الهاتف حسب ما يشاعر حيكون رقم مرتفع اتمنى فعلا من سامسونج انه تقدم هاتف قابل للطي بفكرة ممكن انه تكون ثورية في عالم الهواتف الذكية اما للناس اللي تسأل عن موعد الاعلان الرسمي عن هاتف الجالكسي اكس من سامسونج فالاخبار كانت تتكلم عن نية سامسونج اطلاق الهاتف في بداية 2018 ولكن بعد ذلك قررت سامسونج انه تأجل اطلاق الهاتف الى نهاية 2018 او ربما في بداية 2019 نتكلم ايضا عن الخبر الاخر هذا الاسبوع عن شاشات الاوليد في 2019 قامت سامسونج بتزويد ابل بـ 200 مليون شاشة اوليد قدرت قيمة الصفقة وقتها بـ 22 مليار دولار وكان رقم قياسي واحدة من اهم الاسباب اللي ادت الى ارتفاع سعر الايفون 10 الى الالف دولار هو سعر الشاشة بحيث يبلغ سعر الشاشة فقط قرابة 110 دولار عموما سامسونج اليوم قد تكون في خطر السباق مع المنافسين بحيث شركات مثل شارب والجي وجابان ديسبلي تحضر لخطوط انتاج جديدة لتصنيع شاشات الاوليد والسبب في ذلك بكل تأكيد هي ابل صفقات عملاقة كهذه تعتبر وجبة دسمة للشركات من اجل التعاون مع الشركة الامريكية وهذا الشي ممكن انه يرجعنا لبعض التصريحات السابقة من مسؤولين داخل ابل انه اسعار هواتف الايفون في 2018 وفي 2019 راح تكون ارخص نختم هذه الحلقة مع سوني اللي يتحضر لهاتفها القادم اللي ممكن جدا انه يكون اسمه الـ XZ Pro كما ذكرنا في الاسابيع الماضية على انه سوني راح تغير شكل هواتفها والتسريبات والاخبار تكلمت بشكل كبير عن هذا الموضوع ويبدو فعلا انه سوني تحضر لهاتف بكامرتين من الخلف لاول مرة على هاتف من هواتف سوني سيحمل كامرتين من الخلف وايضا شاشة بابعاد 18 الى 9 من نوع الـ OLED والجميل هنا هو مخارج الصوت للسماعات الامامية الثنائية الموجودة في الاطراف من الاعلى والاسفل متوقع ان يتم الاعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر الـ MWC في برشلونة الشهر المقبل ولكن سعر هذا الهاتف حسب التسريبات اليوم قد يكون مرتفع بشكل كبير ما يقارب 900 دولار في نهاية الفيديو لا تنسوا التابعون على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة وايضا تابعوني على حساب الخاص في الانستجرام الرابط راح يكون اسفل الفيديو تحياتي يا أخوكم حمد الحدد في مالا